موجة حمراء لم تتحقق في انتخابات التجديد النصفي وخسارة الديمقراطيين في مجلس النواب كانت أقل من المتوقع هكذا استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن تصدر الجمهوريين سباق الانتخابي الأخير نحو الكونغرس وفي كلمة وجهها إلى الشعب الأمريكي أعلن بايدن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024 تقدم جمهوري ودعوة من الرئيس الديمقراطي للتعاون بين قضوي المشهد السياسي في أمريكا منعا لحرب سياسية لا نهاية لها دعوة تأتي وسط خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي يهدف من خلال أغلبيته إلى عرقلة خطة بايدن للعامين المقبلين وإجراء إصلاحات على سياسته الخارجية لسيما دعمه لأوكرانيا محللون سياسيون يتوقعون أن يسعى الجمهوريون إلى السأر من إدارة بايدن ومحاسبتها على اتهامها ترامب باقتحام الكونغرس وتفتيش منزله في ولاية فلوريدا فضلا عن التحقق في الانسحاب من أفغانستان ويشيرون إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل ربما يسعون إلى عزل بايدن من الحكم بعض تلك الأمال والتطلعات للجمهوريين قد يعرقلها بايدن عبر حق الفيتو الرئاسي لإعاقة الكثير من القرارات حتى بعد اعتمادها من مجلس الشيوخ ولا يمكن للجمهوريين تجاوز هذا الحق إلا من خلال جمع تأييد ثلثي المجلس استقطاب يتوقع الخبراء حدوثه آجلاً أم عاجلاً وحتى ذلك الحين وإلى أن يتسلم الأعضاء الجدد زمام الأمور في الكونغرس بداية العام المقبل ستواجه إدارة بايدن فترة تعرف بالبطة العرجاء تسعى خلالها إلى إقرار بعض المشروعات التي دعا إليها الرئيس الأمريكي قبل فرد الجمهوريين سيطرتهم